بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تكملة لدرس تضاريس قاع المحيط الصف العاشر علوم الأرض مدارس الوطن العربي المرة الماضية بلشنا وعندنا نحكي أنه تضاريس قاع المحيط إليها يتشبه لحد ما تضاريس سطح الأرض وإنها تتكون من عدة أقصام رئيسية بلشنا بالحافات القرية وحكينا بشكل مفصل عن الأزاء تتكون منها الحافات القرية اليوم رح نكمل قسم الثاني أو جزء ثاني من تضاريس قاع المحيط بعد الحافات القرية واللي هو ظهر المحيط تمام اليوم شو يعني كلمة ظهر المحيط أو شو المقصود بظهر المحيط طبعا كلمة ظهر المحيط هي منطقة مرتفعة موجودة في وسط المحيط طبعا هاي المنطقنات جاي من الحدود التباعدية لأنه حكينا عننا ثلاث أنواع من حدود الصفائح واللي هم واحد حدود تباعدية اثنين حدود تقاربية ثلاثة حدود جانبية فلو بدي أحكي عن الحدود التباعدية هي صفيحتين كل صفيحة بتبتعد عن الثاني باتجاه المعركز يعني واحدة لا اليمين واحدة لا الشمال أما الحدود التقاربية هي عبارة عن الحدود اللي تتصادم فيها الصفائح مع بعضها البعض يعني بتتجاه نحو بعض أما الحدود الجانبية هي حدود الصفائح كل واحدة بتبتعد عن الثانية بس بالاتجاه المعاكس للحدود التباعدية يعني واحدة لا الشمال واحدة لا الجنوب فاليوم درسنا رح يكون عن ظهر المحيط رح تكون بالأخص عن الحدود التباعدية لأنه كيف بتصير لو بنطلع كتابنا صفحة 37 منلاحظ أنه منطقة ظهر المحيط هي منطقة تقع في الوسط يعني مو على الأطراف هاي أول إشي تاني إشي لو بدأ أطلع هون عندي ظهر المحيط ظهر المحيط رح ألاحظ أنه عبارة عن منطقة موجودة في وسط المحيط طبعا خط طويل رح يفصل الصفائح عن بعضها البعض طيب نحكي عن آلية تكون منطقة ظهر المحيط طبعا هي هاي منطقة نادجة زي ما حكينا عن تباعد صفائح مع بعضها البعض فبصير عندي لش صار عندي تباعد صفائح عن بعض البعض بسبب خروج الماغمة من اندفاعات بركانية أو عندنا حدوث بركين موجودة في سطح أو في وسط المحيط هذا البركان بيأديلي إلى خروج الماغمة منه بعدها بتبرد وبتتصلب بتكون لي هاي المنطقة المرتفعة اللي إحنا بنسميها ظهر المحيط طبعا هاي المنطقة بتشكل لي سلاسل جبلية مهمة لأنه عم نحكي عن منطقة مرتفعة إذن المظهر الجيولوجي الناتج عنها سلاسل جبلية معظم أطوالها تقريبا بيصل لـ 65 ألف كيلومتر طولها تقريبا حكينا بيصل إلى 65 ألف كيلومتر يعني بنحكي عن ارتفاع أخرين نحكي عن طول كتير عالي أو شديد وعرضها تقريبا بيوصل العرض عنا من 250 لـ 450 كيلومتر فعنا أشهر سلاسل جبلية موجودة في المحيط الأطلسي تقريبا بيحكينا إنه معظم هاي المناطق يصل عرضها إلى 16 ألف كيلومتر 16 ألف كيلومتر أما بالنسبة لارتفاحها ممكن يصل من 1 لـ 4 كيلومتر إذن ارتفاحها رح يكون من 1 لـ 4 كيلومتر طبعا هاي اللي خلينا نحكي لسلاسل جبلية الموجودة في المحيط الأطلسي جاي أو منتجة زي ما حكينا من تباعد صفائح الصفائح اللقاء صفائح المختلفة طبعا هاي الصفائح المختلفة رح تكون ناتجة من اندفاعات البازل مع بعضها البعض مما يؤديلي إلى تكون سلاسل جبالية في هاي المنطقة أو في وسط المحيط تمام أما بالنسبة هذا بالنسبة زي ما حكينا من منطقة ظهر المحيط طيب لو بنا نحكي عن منطقة قاعر المحيط هي ثاني منطقة أو ثالث منطقة أو ثالث جزء من مكونات فضاريس قاعر المحيط قاعر المحيط شو المقصود بقاعر المحيط هي عبارة عن منطقة منخفضة لو نطلع كتابنا صفحة 36 نطلع على الرسمة بها بلاحظ هاي منطقة قاعر المحيط زي ما احنا شايفينها هي منطقة طبعا بتكون محصورة بين الحافات القارية وبين ظهر المحيط يبقى هي منطقة تقع في الوسط بين الحافات القارية وظهر المحيط طبعا تتكون من مكونات رئيسيان اللي هما واحد سهول اللوج اثنين الجبال البحرية اثنين الجبال البحرية طيب لو بنا نحكي نتفصل عن الزاء قاعر المحيط واحد سهول اللوج شو المقصود بسهول اللوج من كلمة سهول يعني هي عبارة عن مناطق شاسعة مناطق منبسطة هي عبارة عن مناطق قليلة الانحدار طبعا عمقها ممكن يتراوح من ثلاثة لستة كيلو متر بس اهم اشي انها مناطق شاسعة وكبيرة وواسعة طبعا بتكون اكتر مناطق قاعر المحيط انبساطة يعني لو انا بدأ دور بقاعر المحيط او خلينا نحكي بوسط المحيط شو اكتر مناطق شاسعة بتكون من حيث الحجم او من حيث المساحة او من حيث الانبساط بحكي عن سهول اللوج تاني مكون رئيسي من مكونات قاعر المحيط عندنا هنا يعرف بيه الجبال البحرية كلمة جبال يعني عبارة عن مناطق مرتفعة هي عبارة عن مناطق مرتفعة فهاي المناطق طبعا ارتفاعها تقريبا بيجي لعننا لو 1 كيلو متر لو نطلع كتابنا صفحة 42 عندنا لنشوف سلاسل جبالية موجودة متراصة جن بعضها البعض هاي الجبال طبعا الية تكونها برضو عن نفس المبدأ بيكون عندي اندفاعات بركانية هاي الاندفاعات البركانية بتخرج من قاع المحيط طبعا تعملي على ابعاد الصفائح عن بعضها البعض زي ما احنا شايفينه الغلاف الصخري كل ما لو عم بيبعد عن بعض البعض طبعا ليش بتبعد لانه بصير عندي اندفاعات وهاي الاندفاعات بتكولي او بتراكملي الجبال يعني لو بدي اقارن عمر المناطق او الجبال الموجودة في الوسط والجبال الموجودة على الطرف بلاحظ انه هاي الجبال هي الاحدى لانها هي ناتجة من اندفاعات ماجمة خلينا نحكي جديدة او صارت بالوقت الاحدى الثاني اشي هون ستكون السلاسل الجبالية الاقدم السلاسل الجبالية الاقدم لانه كل ما صار عندي اندفاع جديد للماجمة عملت على ابعاد وإزالة السلاسل الجبالية للجهة المعاتذة تمام يعني لو بدأ رتبهم طبعا ستكون هون الاحدى ثم هاي اخر اشي الاقدم هون تمام السلاسل الجبالية البحرية ممكن تكون موجودة بالشكل منفرد او على الشكل سلاسل طبعا ارتفاعها لا يزيد وما بتجاوز الواحد كيلومتر طبعا من اش ناتجة من ماجمة بازلتية اندفعت ثم بعدت الصفائح عن بعضها البعض في منطق الظهر المحيط وكولت لهذه الجبال طبعا بما انه المناطق ارتفعت عن بعضها او خلينا نحكي صفائح بعدت عن بعضها البعض فهذا كله ادى الى انتقال الصفيحة اللي بتحمل الجبال يعني زي ما حكينا الصفيحة بتبتعد عن بعضها البعض طبعا هاي الصفيحة بتكون حاملة لسلاسل الجبالية كل ما صار عندي حركة لهاي الصفائح كل ما تحركت الجبال لمنطقة ابعاد ونتج عني سلاسل جبالية احدث في الوسط طيب هلا عنا سرعة التباعد في البحر الاحمر الصفائح الموجودة في البحر الاحمر سرعة التباعد تقريبا فيه اثنين سانتي لكل سنة اما بالنسبة للمحيط الاطلسي فعنا سرعة التباعد تقريبا ثمانية سانتي لكل سنة بلاحظ ان المحيط الاطلسي بيكون سرعة التباعد فياته اكتر واعلى من البحر الاحمر لو بنيجي نحل السؤال صفحة 43 وطور مع الهفتي السؤال بيحكينا اذا كان ارتفاع قيمة من الجبال البحرية اعلى من سطح المياه يعني قيمة الجبال اعلى من الماء فماذا تسمى جبال البحرية في هذه الحالة؟ طبعا رح اسميها جزيرة لانه منطقة يابس موجودة محاطة بجميع او اربع جهات من المياه فاذا بسميها جزيرة وما سبب حث هذه الاجزاء التي تعلو سطح الماء؟ ليش؟ لانه حث الامواج او حث المياه المحيط او البحر لهاي اللي خلينا نحكي المنطقة او لهاي الجبال هاي بيؤدي الى ازالة الطبقة الخارجية او سطحية منها اذا السبب الحث هو قوة حث الامواج البحرية او قوة امواج المحيط وما الخطر الذي يمكن ان ينتج من حثها وعدم رؤية البحارة لها وتمييزهم اياها طبعا الخطر البنتج عن ذلك انه تصطدم السفن البحرية فيها اذا هي جزيرة ناجة من حث الامواج لهاي المناطق او لهاي الجبال والخطر اللي بيشكلنا انه تصطدم هاي السفن البحرية بهاي الجزر ثالث مكون او خلينا نحكي رابع مكون وهو المكون الاخير من مكونات تضاريص قاع المحيط وهو ما يعرف بالاخديد البحرية طيب كلمة اخدود شو المقصود بالاخديد البحرية طبعا تعتبر الاخديد البحرية من اهم المعالم الموجودة في قاع المحيط طبعا كلمة اخدود يعني منطقة طولها كبير هاي اول اشي ميزاتة تاني اشي عرضها قليل جدا او خلينا نحكي ضيق اذا منطقة طولها كبير يعني طويلة جدا وعرضها او خلينا نحكي خلينا نحكي عرضها راح يكون ضيق جدا وهي اعمق المناطق الموجودة في قاع المحيط اعمق المناطق يعني طول كبير عرض قليل وعمق كبير اذا هاي الاخديد تتكون عند الحافات القرية طب ليش تتكون عندها الاخديد تتكون نتيجة التقاء صفيحتين طبعا صفيحتين بيختلفوا بالكثافة فلو عندي صفيحة محيطية كنا بنعرف انه الصفيحة المحيطية بتكون كثافتها اعلى من الصفيحة القرية وهون عندي صفيحة قرية طبعا كثافتها اقل لو بدي اقارنها بالمحيطي كثافة قليلة فعن لما يجتمع مادتين بيختلفوا بالكثافة طبعا المادة الكثافتها اعلى راح يتغوص للأسفل راح تستقر للأسفل لانه الكثافتها اقل ورح خلينا نحكي تطفو الصفيحة القرية فوق الصفيحة المحيطية اذا الاخديد البحرية هي عبارة عن مناطق موجودة في ظهر او وسط المحيط ناتجة من التقاء صفيحتين ايش ما لهم بيختلفوا بالكثافة لو نطلع كتابنا صفحة الموجود صفحة 37 الشكل دال أطلع كتابنا صفحة 37 شكل دال بلاحظ انه عندي القشة المحيطية هيها الموجودة هون والقشة القرية الموجودة عندي هون القشة المحيطية لن تبع السهم بلاحظ انه صر لها عملية تغوص ليش عملية تغوص؟ لانه الكثافة اشمالها عالية الكثافة عالية أما القشة المحيط القارية استقرت فوق القشة المحيطين أنه كثفتها قليلة فتكون عندي أخديد بحرية لو بدي أحكي عن أشهر الأخديد البحرية الموجودة عندنا في العالم عندنا أول أشهر أخدود عندنا أخدود ماريانا الموجود في الفلبين تقريبا طول وممكن يوصل ل 3700 كيلومتر 3700 كيلومتر عندنا ثاني أشهر أخدود أخدود ألاسكا الموجود في جمال المحيط الهادي وعرضه تقريبا ممكن يوصل ل 100 كيلومتر آخر ثالث أشهر أخدود عندنا أخدود بيرو تشيلي تمام فهيكا بنقدر نلخص الدرس إنه حكينا عن آخر ثلاث أزاء تدريس قاعل المحيط واللي هم كانوا بمثابة ظهر المحيط قاعل المحيط ثلاث الأخديد البحرية شكرا ترجمة نانسي قنقر